اهلا وسهلا بكل سادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري وحالة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير اكلة امي اكلة امي النهاردة واحنا عادين بتابع القناة الاولى كده والفضايا المصرية في انحاء العالم بنستمتع نخش المطبخ العالمية النهاردة معانا المطبخ صيني والطعم الصيني والتوابل الصيني ولكن بخف الدم مصرية يعني يا مغازي يعني اخوانا في الصين بيأكلوا الماكارونا بيأكلوا فراغ بيأكلوا لحمة بس لهم طريقة في اعداد الاكلة ربنا سبحانه وتعالى وزع نعمه على البشر بالتساوي معانا النهاردة الرومي والصينيين بيأكلوا الرومي اه معانا النهاردة سدري ديك رومي لطيف وحلو وزنه يعمل تقريبا كيلو وربع سدري الوحده يعني مش اديك هنعمله النهاردة فرايد كريزبي مع سويت شيلي سويت شيلي بيتباع في المحلات برة علبة قد كده يعني تقريبا اتنين سنتي بتعمل لها ببلغ وقادر وانا هخليك تعملي في البيت مع فراخ مع لحمة تكله بالف هنا وشافة معانا النهاردة النودلز اللي هي الماكارونا المتصنعة من الرز دي الرز دي الرز ده استخدامات كتير قوي فمعانا النهاردة النودلز مصنعة منه زيها زي الماكارونا ولكن الطعم هنا مختلف بتبقى خفيفة على المعدة شوية بما ان اليابانيين والصينيين عاشوا كل الرز المصر بتاعنا في السوشي هنعمله النهاردة مع بعض النودلز بالخضار لها تركاية كده هنشوف نعملها مع بعض ازاي مع غير البقى الوايت سوس والكريبة والحاجات اللي احدى عارفينها بتاعت المطبخ الطلياني هنعملها النهاردة صيني مع بعض ونشوف ازاي نعملها بالجنزبيل وتشكيلها من الخضار خلي بالكم الخيار هيخش فيه تشكيلة الخضار ونشوف ازاي ندخل انواع الخضار في الطبق بتاعي معايا الصلاة النهاردة انا بسميها بتقاوم الانيميا الاطفال اللي عندهم انيميا مشاكل الانيميا البانجر مفيد جدا وعندنا السكر اللي هو سكر البانجر فانبارجر غريب السكريات فالنهاردة هنعمله نقدمه بطريقة صينية لطيفة ونعمل الصلص الصيني اللي هي عبارة عن سياسوس وزيد سمسم وجنزبيل هل البانجر هنا هيبقى طعمه مقبول هنشوف طبعا لان البانجر ده له مزخص كدا وخاصة بيتميز بالسكريات اللي موجودة فيه حالات النهاردة بسيطة سهلة بنتجول داخل المطابخ العالمية كل يوم ثلاث من كل اسبوع ونشوف ايه اسرار المطابخ السيني الطلياني المكسيكي الياباني وهكذا خلونا نطلع فاصل صغير وبعض الفاصل اكيد في معلومة غير معلومة او اتروحوا بعيد تابعوا لي ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل لانهاردة المطبخ مميز شوية انا بحب المطبخ السيني واليابان عموما يعني سهل طبعا في الاعداد والتنفيذ تلاقي الحاجة كده مزمبلاس متحضر شوية ومتعب شوية في التحضيرات يعني اما قصة النار دي مفيش حاجة مسبكة بقى والتواجر عندهم قليل جد خلونا نطلع نبدأ الاول باول حاجة ازاي نعمل صدر الديك الرومي على الطريقة السيني اخواننا حبايبي على السوشيال ميديا صدر الديك الرومي على طريقة المطبخ السيني معانا ديك رومي صدره كبير مش لازم نجيب ديك رومي وازده خمسة كيلو معانا سياسوس زيت سمسم جنزبيل طازة توم طازة اه وطبعا شوية توم طازة كمان وعصرة اللمون بتاعتنا اللطيفة وشوية نشا حلو الكلام ومعانا طبعا الكريزبي بتاعنا دي الدرة الكريزبي بتاعنا دي الدرة اللي هنعمل فيه الخلطة بتاعت الكريزبي ممكن ان احنا نعملها بقسمات بس انا مش حابب بقسمات هي الخلطة دي عمشيف دي رقائق الدرة المطحونة النعمة حالو المطبخ الصيني بريء من الكزبرة والكمون الكزبرة والكمون ممكن ندخل كزبرة خضرة في اه اما التوابل العربية المطبخ الصيني مش مش بحبها هم مش بيستطعموها زي احنا كده قليل جدا لما نستخدم السياسوس واستخدامنا للسياسوس يعني مش من بعيد اوي من قريب بدأنا نستخدم السياسوس صلصة المحار السويت شيلي الحاجات كلها اللي احنا عارفين هدية السكريات في الصلصات بتاعتنا وهكزا صدري ديك الروم المحترم ده كده معايا طبعاً بنشيل الجلدة من عليه بالشكل ده كده وتعالوا مع بعض نقطع ونتبله على الطريق الصيني ما نخليش فيه طبعاً عدم بناخد العدمية دي كده طبعاً انتم ممكن تشتري من عند الراجل بتاع الفرارجي او المحل الجزارة مش لازم تجيب دي كرومي وزنه خمسة كيلو وستة كيلو ويقعد في الفرن عشر ساعات على من سويه يخلص انبوبة البتجاز حالو زي ده كده او اخليه كده من العدمة دي اللي هي القروشة دي كده او الدبوس بتاعه واخد اللحم ده عم الشيف وانتبله على الطريق الصيني ناخد الموزة بتاعت دي كرومي ده كده او دي كرومي فيه موزة اه 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 شايفين اخدتها نطعها بالشكل ده كده سلطة الكرومي بنجيب الكرومي بنقطعه جوليان شريح وناخد كمان الحتة الجميلة دي كده بتاعت دي كروم اهي النعمة دي كده نطعها بالشكل ده كده هنا دي كرومي معانا كده يا فاروق زي الفل حبيبي اهو حبيبي والديك الله يبارك لك يا الله حالو طاطعنا ليه السدر بتاعت دي كرومي لازم بحنية بقى عشان السدر دي كرومي ده دافعين فيه كتير قده كده فيبقى لازم يتقطع بالشكل ده كده اهو عشان ده لما يتحمر وخلي بالك سدر دي كرومي غير الفراخ لحمه بيبقى قاس شوية يعني محتاج لعملية تسوية فده فرايد يعني مقلي فلازم اقطعه رفيع صغير كده تقريبا كله باحجام واحدة علشان لما يتحمر في قلب الزيت بتطلع ليش واحدة نشفة وواحدة طرية اهو الشكل ده كده على فكرة لو انت نحنا مثلا عدد افراد العسرة حسب عدد افراد العسرة بنخلي جزء من الدكر من السدر ده كده نعمله في يوم تاني مثلا بيكاتة تتعامل شرايح وتتعامل مع دي ايه مع زبدة وليمون دي البكاتة بكاتة تديك الرومي اهو الشكل ده كده او بنقطع منه شوية مع النودلز اللي هنعملها دلوقتي وتبقى النودلز بتديك الرومي وهكذا احنا بس بنتجول كده وافكار مع بعض يعني لان طبعا المطبخ السيني طبعا برضو غاني وفيه افكار كتيرة وفيه اطباق كتيرة مميزة مش عندي طبق واحده بس خلي بالك خاصة الاسمك بالشكل ده كده ما شاء الله ربنا نبارك في تديك الرومي كأنه خروف معايا حلوة هنتبله ازاي ده بقى لا زبادي طبعا ولا سماء ولا ديبس الرومان الشغل بتاع الشام ده اللي احنا عارفينه طبعا وعملناه كتير النهاردة الموضوع مختلف تماما بنحط معلقة من زيت السمسم ما انت قلت مادة دهنية مفيش يا شيف لا الموضوع هنا مختلف معلقة صغيرة كده انا عايز الانسجة بتاعت الديك الرومي تشرب زيت السمسم يعني قوم جسري يعني نرشة الزاكرة الطلبة اللي بيذاكروا الرياضيين فاللي بينسوا بيعازين يحفظوا التعليمات بتاعتهم والدروس بتاعتهم يستخدموا دايما زيت السمسم في الاكل بتاعه معانا التوم طازة البيلة دي مهمة جدا معانا جنزبيل هناخد الجنزبيل ده عم مشيف ونبشره على التومة الناحية فين اهو والله ريحته حلو قوي جنزبيل الطازة ده يعني ممكن يكون سعره غالي شوية نفس سعر التوم بس خليه دايما عندك في التلاجة مشروب الجنزبيل بالقرفة كلنا عارفينه ده مشروب شتوي احنا في ايام السفن فيش مشكلة بس ممكن تحط حتة كده صغيرة مع اي عصير بتعمليه لولادك حلو قوي لازم الانسجة بتاعت ديك الرومي تشرب السلسة دي مش هنحط ملح طالما حطينا السياسوس ما نحطش ملح تماما ونقلب دول كلهم مع بعض اه توم طازة جنزبيل طازة سياسوس معلعتين ومعانا كمان معلقة زيت سمسل اصبحت ان الفراخ هنا بتتكلم صيني بس بخف الدم مصرية النشا هنا بقى له دور كبير قوي اه هو اللي بيسبت الخالطة دي كلها مع الغلاف الخارجي للديك الرومي ونقلبهم كده ونخليهم على جنب ايه اللي هيحصل بعد كده وهنكمل مع بعض الكلام ده تقريبا بعد 20 ديئة من التدبيلة دي اه الله اوه ده شفت الخالطة دي زي الفل تمام هنخليها على جنب خلصنا منها بالشكل ده كده ونكمل مع بعض ايه يا شيف معانا رقائق الدورة بتجيبيها بتطحنيها بالشكل ده كده وبتبدأ انك تتغلي فيها برقائق الدورة وتحمرها في قلب الزيت بس الكلام ده مش دلوقتي الكلام ده بقى قبل تقديم السفرة مباشرة يعني بتخليها في قلب التلاجة لو الجو حر عشان فيها توم وجنزبيل وتستخدمها من هنا على رقائق الدورة المطحونة النعمة لغاية كده زي الفل ممكن على فكرة حاجة بديلة تانية تحطها في دقيق بس في الحالة دي هنستخدم مية مع الدقيق علشان تطلع معايا كريزب اما مع البقسمات مش هنستخدم مية دي الطريقة السهلة البسيطة اه بالشكل ده كده انا مش هشتغل دلوقتي خالص في دي هخليها على جنب كده عندنا الفراخ نبدأ في تحميرها ايه الاخبار نجاهز الزيت بتاعنا وناخد الفراخ دي كده ونروأ الكوينتر بتاعنا زي الفل واحدة واحدة كده عشان تعرفوا جمال المطبخ الصيني او الياباني الاتنين ولاد عام والاتنين مدرسة واحدة اخواننا اليابانيين كل يوم يفطروا الرز المصري بتاعنا ده فطار غدا عشاء زي طبع الكشر عندنا ده كده اه الرز يتعامل ازاي السوشي الرز طبع المصري ده بيتسلق مع لطير خال الرز وبعد ما يتسلق كويس بتحط في عملية التبريد ولازم يستوي جامد علشان يبقى معجن عموما من الاخر يعني يتبقى يعجنوا الرز دلوقتي بتقولوا الرز مش هاكله وبعد كده يخش على مرحلة التبريد ويتعامل السوشي بقى سوشي بخضار سوشي باللحوم المجففة اللحوم مجمدة ايا كان ولكن احنا في مصر هنا مش بنميل اولي الاكل ده الا زي سافر وجربنا الاكل ده ولكن انا بحب السوشي مع اللحوم المستوية اذا كانت فراخ مستوية سمك سلم والمستوي دجاج مستوي وهكذا فطبعا معنا الدجاجة هاوا زي الفل تعالوا نعمله مع بعض كريزبي اه واحنا وقفين مع بعض زي الفل اه حلو هاوي بشيل كده الفراخ من هنا اللي متتبيلة جاهزة بحطها هنا عندي درجة حرارة الزيت عالية اهو لازم كل واحدة تشل واحدها ممكن تحط شوية فليفر على ركائك الدورة ده كده ممكن تحط شوية وسابي سوسم اللي عندنا ده هيبها سبايسة اوي لو اللادك بيحبوه مافيش مش على فكرة الوسابي سبايسة اوي بس مش مضر للجهاز الهضمي خلي بالكو في الصين الوسابي ده بيحطوه على الجنباري يحطوه على الحوم كده وياكلوه زي زي المايونيز حلو اه عشان نبقوا عارفين ايه الدنيا مش بيحبوا الشطة اللي هو الفلفل الحار بتاعنا يستخدم يعني في اطباق خضار مش كتير قوي يعني اه الشكل ده كده ونقلب دول كده الله ايه الحلاوة دي ايه الحلاوة دي ايه الحلاوة دي اه ودخلنا مطبخ من المطابخ العالمية جوزك بيسافر له شغل في الصين وراجع الراجل بقى نفسه هفاع على مطبخ صيني ايه المشكلة لما تابع القناة الاولى واشايف الشي في المغازي كل يوم تلات بيروح بلد مختلفة اه اه وهذا يوم الراجل مياكل شبار ميقول لكيش مسلا اه ممكن ناخد بعدينا ونروح مطبخ صيني ناكل هندفع فلوس قد كده ومش عارفين المتيريال بتاعنا والجو ده كله انا مبقولش ضد ده ولكن لما تعمليه في البيت اكيد له طعم تاني خارس اه اه لازم تضغط على بيدك كده ودرجة حرط الفرن عندي سوري درجة الزيت عندي عالية ايه اللي بتحمر ده شبا ده ما يتقلمش كتير بقى ما تحدش تقلمي بالشوكة والمعلبة سبيل زي ما هو كده يتحمر زي الفل حالو؟ تعالوا نشتغل شوية كمان لانا عجبني الجو على فكرة انا لقول لواحد كده عايزة كل عشرين واحدة ولا حاجة اه تحميره دي اه ده ما يتقلمش كتير اه بالشكل ده كده اه اهم حاجة تدبيله تاني سيدر حاب بعد اذنك نطلع بمقدير عمال الديك الرومي من المطبخ الصيني نريح الديك الرومي من المساج كل يوم عسل وقرفة وسكر وكسبرة وتوم الجو ده اه اه جبنا سيدر الديك الرومي يكفي اسرة حطينا توم طازة حطينا جنزبيل طازة حطينا معلقة نشا عشان تتماسك كل التوابل في قلبه وتابلنا عصرة ليمون سياسوس زيت سمسم مسكنا الديك الرومي قطعناه بالشكل ده كده زي الفل اه ونبدأ عندنا زيت شديد الحرارة والتحمير ده مهم اه نقلب دول كده زي الفل حلوة ونمسك واحدة واحدة احنا وقفين كده اه انا بحبش موضوع البنه ده خالص عالبين زمان حضراتكم عارفين اه ليه بقى بحس ان انا مقيد اليداي اه 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 زي الفل كده اه حينية اه هستشوف الحلاوة الحلاوة فورسان التلفزيون المصري الديك الرومي في قلب القلاية بتاعة الزيت احنا واخدين فكرة عن الديك الرومي لازم يخش بزفة جوا الفرن يتعمل له بوكي جرني وصنية ويتعمل له مساج ديك الرومي يا اخوان عندنا في البيت نسيب العدي كده من علينا لا ابدا لازم ياخد البوكي الجزر والكرفس والبصل والتم ومعلقة العسل والقرفة ويتعمل له مساج من الداخل والخارج النهاردة جبنا سدر الديك الرومي زي الفل اتقطع بشكل لطيف متساوي حمرناه عملناك رزبي ايه الحلاوة دي ايه الصورة الحلوة دي اه زي الفل ده على فنة عم الشيفة هو ده اه ده بقى عدله ايه ممكن نقدم معاه اه مايونيز كاتشاب بس دي فيه سياسوس وجنزبيل وزيت سمسم متيجوا مع بعض نعمل سويت شيلي كده مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة هتعجبكم حالو؟ هنعمل هارة مع اول ديك الرومي اسم ده صدر ديك الرومي شايفين ملع طبقين اللهم صلى الله عليه كاف العيلة والجران والحبايب وكل الأسرة ايه القطع من دي زي الفل نشوف مهدير السويت شيلي او صدر حب بعد اذنك عشان نعمله في البيت وما نشتروهش من بره كاتشاب عسل ويجعل ايامنا كلها عسل جنزبيل توم ماء مغلي زي اللي معايا ده كده حالو الكلام؟ اه او زي مكانه ومهدير السويت شيلي على الشاشة ايه الحلاوة دي ايه فرسان التلفزيون المصري حلوة اوي تماما تعالوا نعملوا مع بعض كده هعملوا بطريقة تيه وده اختراع ما هوش بقى تشيف حط كاتشاب والمفروض يحط سكر وهكذا لا خالص معانا فلفلة حلوة زي الفل تماما اه والطاسة بتسخن على النار كده بنحط التوم والطوم الجنزبيل بيتنستدناش عليه لما يتحمر تخلي بالك لما يتحمرش خالص بالشكل ده كده بنحط الفلفلة الحلوة بنحط الكاتشاب بنحط العسل ويجعل ايامنا عسل اهو تقليب سريع كده اهو شايف اللون ده كده اهو شفت اللون بيطلع ازاي واحدة واحدة اهو اهو سويت شلي يعني حاجة سبايسي كده محلية اهو ارفع ايدك انت مصر اهو زي الفل شوية شربة اللي انا اعملها من شوية اهو زي الفل تعالي يا بصلة مش عايزك انا مش عايزك خط الطعم بتاعي خلاص ونقلبهم كده وتعال ناخد معلاتين نشا حلوين كده زي الفل اه معلات خل صغيرة وجود الخل هنا ممكن يتحفز يوم اتنين تلاتة الخل بيخش في عملية الحفظ جاية من تخليل حلو معلات نشا صغيرة انا عايز اعمل السلطة دي سريعا كده وانا هستخدم السويت شلي في السلطة بتاعتي خلوا بالكم عشان كده انا بدأ اتي بيها تداوب الشوية النشا دول كده سريعا بس خلاص وننزل ناخد قوام للسويت شلي اه وانحنا وقفين اه زي الفل دابوا كده تمام لا يا عم كريمة لباني مين يا غالي هي اي حاجة بدأ كريمة لباني يا فاروق كريمة لباني دي كريمة لباني دي في المطبخ التلياني شايف القوام ده كده واللون اه 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 بس خلاص نشيل كل ده من هنا حلوة اه وتعالوا مع بعض نقدم السلسل حلوة دي كده انا بحبها مع الفراخ الكريسبي زي الفل اه نقدمها هنا بسم الله الرحمن الرحيم يا نعم يا غالي انية حبيب قلبي زي الفل السلسل هيت بنقدمها ايه الحلوة دي ايه القوام دي طبعا القوام ده دي دلوقتي فيه درجة حرارة ده لما يبرد هياخد القوام بتاعه بنقدمها هنا زي الفل جنب الفراخ بالشكل الحلو ده كده السفرة بتاعتي جاهزة حالاتنا النهاردة اعتقد اني فاها شوية بساطة شوية سهولة قدرنا ان احنا نرد كل افراد الاسرة اللي مش بيحب الفراخ عملنا له رومي اللي مش بيحب الاسباكيتة عملنا له نودلز من المطبخ الصيني وعملنا كمان سلطة البانجر بشكل جديد رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على ششة القناة الاولى حتى من المطابخ العالمية الكلام ده منين يا مغازي من ماس بيرو موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة